ترجمة نانسي قنقر في هذا السياق نوه حميدان بحرص صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس مجلس الوزراء الموقر على تطوير أنظمة سوق العمل والمتابعة الشخصية والمستمرة لصاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حفظهم الله للارتقاء بسياسات سوق العمل في مملكة البحرين بما يخدم المسيرة التنموية الشاملة التي تشهدها مملكة البحرين في هذا العهد الزاهر لفت حميدان إلى أن هذه المبادرات جاءت تأكيدا للتعاون والشراكة في تناول القضايا ذات الصلة بسوق العمل بين كافة الأطراف ذات العلاقة حيث تم التوافق على تطوير وتفعيل تصريح العمل المرن بصورة الأمثل بما يخدم مصالح جميع الأطراف ولا يؤثر سلبا على مصالح وأنشطة أصحاب العمل ويصم في تنشيط الحركة التجارية والاقتصادية في البلاد أكد سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية أن إجراء تطوير نظام تصريح العمل المرن جاء في الوقت المناسب حيث بالإمكان دراسة هذه التجربة الهادفة إلى التصدي للعمال غير النظامية وما تحدثه من تشوهات في سوق العمل ترجمة نانسي قنقر وهدف تطوير وتفعيل هذا النظام بالصورة الأمثل لصاحب العمل الأجنبي لمزاولة بعض الأنشطة المهنية فالتطوير اليوم سيسهم بصورة واضحة في تطوير أنظمة سوق العمل وتعزيز فرص العمل للمواطن وجعله الخيار الأول للتوظيف وكذلك للحفاظ على حقوق العمالة ومنع استقلالهم وقد تمت الموافقة بناء على مرئيات كل موزارة العمل والتنمية الاجتماعية ووزارة الصناعة والتجارة والسياحة وهيئة تنظيم سوق العمل وقرفة تجارة وصناعة البحرين وفق الاجتماعات التي عقدت لمناقشة كافة الخيارات المتاحة هذه الإجراءات شملت تكثيف الحملات التفتيشية على أصحاب العمل الأجانب للتأكد من عدم قيامهم بالعمل في الأنشطة المهنية التي لا يجوز لصاحب العمل الأجنبي مزاولتها دون الحصول على تصريح بذلك تكثيف الحملات التفتيشية على العمالة غير النظامية لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنهم وعدم السماح للعمالة الهاربة بالتقدم للحصول على تصريح العمل المرن وذلك خارج فترات السماح لتعديل أوضاع العمالة المخالفة كما يمنع الجمع بين تصريح العمل المرن والسجل التجاري واتخاذ الخطوات اللازمة لتصحيح أوضاع العمالة التي تجمع بين هذين الأمرين خلال ستة أشهر من تاريخه بالإضافة إلى تشكيل لجنة مختصة تضم ممثلا عن كل من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ووزارة المالية والاقتصاد الوطني ووزارة الصناعة والتجارة والسياحة ووزارة الأشقال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني وهيئة تنظيم سوق العمل وقرفة تجارة وصناعة البحرين وهيئة جودة التعليم والتدريب لاستحداث معايير واشتراطات مهنية لمزاولة عشرين مهنة عملية تم تحديدها وأي مهن أخرى ترى اللجنة أهمية تضمينها بهدف تعزيز الجودة والتنافسية ورفع ذلك للمجلس الأعلى لتطوير التعليم والتدريب خلال شهرين من تاريخه بالإضافة إلى وقف السماح بتسجيل المركبات الآلية الصناعية والمستخدمة في الإنشاءات وباصات النقل لأصحاب تصريح العمل المرن طلال نايف لمركز الأخبار تلفزيون البحرين